اشتركوا في القناة وانها تتصدر الصدارة في كل دول العالم وعشان كده كمان هي دايما مستهدفة من عدد كبير قوي من الدول لكن رعاية ربنا سبحانه وتعالى هي الاساس في حماية البلد دي وهتظل هي الامن والامان لنا ان بلدنا محدش هيقدر ينال منها ابدا باذن الله مصر جميلة بكل اماكنها وبكل ناسها وبكل شعبها عايزينها تظهر بالشكل ده عايزين السياحة تنتقل لكل مكان في العالم احنا عندنا الامكانيات سواء كانت الامكانيات الطبيعية او الامكانيات البشرية خلونا نشوف ازاي نوظفها صح ازاي نسواءها صح وده طبعا هيكون من خلال المتخصصين وبرحب بضيفنا اللي مشرفنا النهاردة في مصر جميلة برحب بسيد المستشار سامح سعد مستشار السياحة اهلا بحضرتك منوارنا في مصر جميلة استاذ سامح الموضوع كبير عايزين نتكلم في كل مجالات عايزين نعترف ان احنا عندنا مشاكل في السياحة وعايزين نعترف كمان ان احنا في حلول ابتكارية وان الحلول الروتينية ما جابتش نتيجة في السنين اللي فات دي كلها محتاجين نفكر خارج الصندوق ممكن الكلمة دي بدأي ناس كتير لكن هي لازم نفكر في حلول ابتكارية خارج الصندوق الصندوق ده فين؟ هنا عندنا في الحتة دي نشيل بقى الصندوق كده ونحط صندوق جديد شيك حلو ازاي نقدر نملاه بالداتا اللي احنا نقدر نماركت بيها السياحة المصري احنا شوفنا البرومو يمكن الاغنية اللي عاملينها اشقاءنا التونسيين يعني هي كابسولة زغنونة جدا لكن بتقول معاني كتير جدا 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 حاجة زي دي لو راحت للغرب في اعلامهم في بيوتهم اعتقنا بقاليها مردود كبير ده مثال حضرتك من وجهة نظر حضرتك نبتدي من ايه؟ نبتدي من المشاكل ونبتدي من الحلول ولا نبتدي من الصندوق نلعب فيه ازاي وننزبطه ازاي عشان نبتدي نشتغل بسم الله الرحيم وحضرتك من دمرة واحد حقيقي يعني ايه؟ رميت كنتينر بقى رميت كنتينر وقلت ايه؟ يلا صنفه ونعمله ونشوف هنعمل ايه؟ كويس؟ يا كل حلم موجودة للأسف ما بتتطبقش بمعنى انا بشتغل في السياحة والفندقة والماركتنج بقى لسنين طويلة قوي اشتغلت في شراكات عالمية كتير لنا مجموعة كتيرة جدا بتشتغل في قصة ديات طبعا ما ننساش انه لما بتيجي شركة سياحة بتتعامل مع سوق اجنبي وبتكتزب منه عدد كبير خصوصا الشركات السياحة الثقافية اللي كان بتاع من القاهرة والقصة والأسوان ده هو لازم يبقى على مستوى احترافي عالي جدا عشان يقنع الشركة الاجنبية انه يجي مصر خصوصا في السياحة الحوافز فهو بيتنافس مع العالم كله فعشان يتنافس مع العالم كله لازم يكونوا على مستوى احترافي عالي جدا فالناس دي احنا بنكون او كونا مجموعات عمل من 2011 لحد النهاردة مشكلة والحلول والتطبيق وبنطلع بتوصيات كتير جدا الاسف الشديد مش كل حاجة بنقدر نقول عليها بتتطبق او بتتعمل لان في عقبات كتير جدا في قوانين في حاجات كتير جهاز مركزي في حاجات بتحد المسؤول اللي بيشتغل في هيئة تنشيط السياحة على الاقل او في وزارة السياحة انه يتحرك لانه هو لازم يتحرك في اطار القوانين احيان جديرة جدا القانون ما بيبقاش بيفكر جواه السندوق يعني القانون هو السندوق ما برفش يطلع براه في حتة عايزة هفاهمها اوضحها وزارة السياحة دي مشرع جهاز حكومي يعني وزارة حكومية بتدي تشريعات وبترائب تنفيذها وبتنظم عمل كل المؤسسات اللي بشغل في السياحة ده وزارة السياحة وزارة السياحة لها درعين تنفيذيين الدرع الاول هيئة التنمية السياحية وهي مختصة بالاراضي والخريطة السياحية وتنميتها والدرع التاني هو هيئة تنشيط السياحة عشان كده ساعات نقول هيئة تنشيط السياحة وزارة السياحة بيحصل كونفيوجن بيحصل لابس لابس عند ناس كتير ايه الوزارة والهيئة الجهة المنوط بيها ان هي تشجع السياحة وعندها ميزانية تصرف وتتحرك وكل ما يخص السياحة تحرك فيه هي هيئة تنشيط السياحة رئيسها رئيس هيئة تنشيط السياحة لها نستاذ سيد محمود في وزير السياحة بقى هو اللي بيشرف على ولكن التفاصيل التنفيذية دي الهيئة بتنفيذها عشان كده لما نقول هيئة أو وزارة هو جسم واحد ولكن كل واحد ليه حاجة بيعمله ليه فانكشن بيعمله كويس احنا عندنا مشكلة لا عندنا ازمة ازمة حقيقية واللي يقول انها هتخلص قبل شهرين ثلاثة يبقى مش صادق او دقيق او بمعنى تاني يكتب لنا كده بعد شهرين ثلاثة نقوله تعال انت كتبت ايه الازمة الحقيقة اللي احنا فيها سببها احنا كان عندنا في سبعة وتسعين حادثة الأسر كويس ارهاب تلاتة أربعة أسر السيحة رجاءت تاني لان ازيلت اسباب القصة دي وقتها العالم حس بتنينان اتعامل طرق تنشطية معينة رجعت الناس الازمة اللي احنا فيها النهاردة الاسف الشديد ما بحبش اقول كده لكن اذا كنا واقعين عشان نعمل حسابنا هتستمر شوي لان حركة عندها ظروف سياسية في المنطقة ككل كويس لم تزال بمعنى لسه ليبيا فيها مشاكل داعش في سوريا وا 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 فالظروف السياسية دي باستمرار هتحاكم أمارات ضد مصر علشان يرجعنا تاني ايه أهمية سياحة المصر ببساطة قناة السويس في 2010 جابت خمسة وستة من عشرة ستة مليار دولار دخل دخل ده دخل الدولة رجع لنا كلنا في صورة خدمات وفي صورة الدولة السياحة جابت 14 و 7 من 10 يعني جابت 3 أضعاف تقريبا قناة السويس الدخل ده دخل الدولة ورجع لنا كلنا في صورة أسرع من الدولة بمعنى أنا بشتغل في السياحة دخل انتعش مش حركة بتاكسي ولا مش حركة بتوبيس ولا ميكروباس حركة بتاكسي حشتير عربيتي فالدورة الاقتصادية مشت أسرع أنا مش عايزة أخش في تفاصيل حتى دي فدي أهمية السياحة إن المواطنين بيستفيدوا كلهم مباشرة منها هي السياحة مهمة يعني إحنا مش محتاجين إن إحنا نقول إيه أهمية السياحة تسكن لها عارفة السياحة مهمة إزاي وفيه عدد كبير جدا من الأسر المصرية بتستفيد من السياحة وانتعاش السياحة بالنسبة لنا ده شيء أساسي ولكن زي ما حركة فضلت وقلت ربما تكون فيه هناك بعض الظروف اللي بتمر بيها المنطقة كلها ومش عايزة أقول للمنطقة العربية بس الدول العالم إحنا بشوفنا إيه اللي حصل في فرنسا في الإسبوع الماضي وأثر بشكل كبير جدا فهنا فيه علامة استفهام هل إحنا بنستثمر الموارد الخاصة بينا استثمار جيد؟ هل إحنا السياحة في وقت من الأوقات أخدت المكانة الحقيقية اللي يجب أن هي تستحقها حتى بصرف النظر عن وجود بعض المشكلات اللي موجودة حاليا حالك بتشير لـ 2010 برغم أن الرقم ده بيعد من أكبر الأرقام اللي حققتها السياحة لكن برضو أعتقد أن إحنا لا نستحق أكتر من كده بكتير إذن هنا فيه مشكلة إحنا عندنا مشاكل المشاكل دي يعني أنا أبتدت بقولي إحنا كالناس مشاكل في السياحة والوزارة هو عارف 90% المشاكل دي يعني مش ميسا واحد هيجي يحكي لي فكرة أو يقولي إيه رأيك نعم لا إحنا عارفين المشاكل إيه هي ولكن عشان ما بتتنفذي فيه معوقات معاية طب نوصف المشكلة يعني عشان أبدأ بأي حاجة لازم أقول وصف المشكلة إيه هي أول مشكلة عندنا كمصر كويس إنه ما عندناش طائران بمعنى ما عنديش دراع أقدر أجيب بيه سياحة باستمرار المشاكل اللي بتطردنا يعني يعني إحنا مثلا إيه لما جينا السنة اللي فات قلنا هنشغل الأقصر واكتمعنا بشركات السياحة الألمانية كان معا لدكتور الشمز عزوع وزير السياحة وقتها اكتمعنا بالأكبر 5-6-7-8 شركات ألماني بتجيب سياحة لمصر وقال له أنا عايزك تستمر على الأقصر ابتدى يطلب طلبات إحنا شفنا إن الطلبات دي مغالة فيها وهو بيحاول كده ياخد أي فلوس زيادة من الحكومة فرفضناها فحصل يعني مقاومة معينة ليه؟ لأنه هو بيقول أنا عندي الطيار إحنا طبعا لازم نقول حاجة مص طياران شركة كبيرة جدا بس مش هي دي اللي هتنقل لسياحة عدد أسطول إيه عندها مشاكلها كشركة أسطول طياراتها ما يكفيش ليها وجود سياسي معين في بلد معينة فأحيانا الخطوط دي بتخسر بس لازم تبقى موجودة فإحنا لازم نشيل من دماغنا كلياتا نقول إيه هي مص طياران فين؟ لكن أنا لازم يكون عندي شركة قوية كبيرة عندها أسطول كبير بتشتغل بنظام الطياران من خفض التكاليف بنظام الشارتر بحيث أننا لما يحصل الموقف زي مجوم الألمان وقالوا إحنا مش هنشتغل نطلق إحنا نشتغل نجيب الحركة بعيدة الشركة دي بتبعد عن الفكر والروتيني الحكومي لإيه؟ لأن بيبقى فيه مصاريف عالية لازم هو يبقى على المستوى المنافسة يعني إحنا سمعنا عن شركتين ثلاثة في أوروبا إيزي جيت رايان إير الكلام ده التذكارة بعشرين سترليني أو عشرين يورو من باريس لبروكسيل مثلاً الطبيعي محدش هيهم لطيارة بعشرين جنيه ولا عشرين يورو لأن التكاليف أعلى من كده لكن دي صيغة دعائية اللي هو بيقول أنا ببيع بعشرين يورو رايان إير مثلاً عنده تلتمية طيارة خلينا نتحاجق نشوف الرقم إيزي جيت عنده هولي متين وستين طيارة شوف الرقم الضخم دوت ليه؟ لأنه هو اشتغل بفكر اقتصادي عالي جداً بفكر تسويق عالي جداً في أوروبا ووصل للرقم الضخم من الطيران دوت يعني جاب تكلفته خلاص وعداها متوصل حكي لبكي حكي لو دخلنا على الويب سايت بتاع الشركة الأفضل مص طيران أنا بتكلم على المعلومات أي حد يخش عليها إجمالي الطيرات اللي شغالت 79 طيارة إيه فإحنا بتتكلم يعني إذا حقيق شايف الموضوع أن إحنا لو بنملك أسطول طيران مختلف عن الشركة بتاعتنا جزء المشكلة هتحق جزء كبير من الشركة ليه؟ لأن حقربت لما تقول يلا ركز أشغل الأقصر يعني عندنا مأساة في الأقصر وأصوان دلوقتي كويس؟ يلا شغل الأقصر يلا شغل طابة وجدت الطيارة حاجبر ناس كتير بحاجات معينة أنه يفتح خط وين الحركة كويس؟ أنا معنديش عندي شوية شركات عندي 12 أو 13 شركة خاصة عنده طيارتين 3 وشغل خطوط منتظمة للسعودية وليبيا والعراق وكلام ده كله فمش هو ده الدراع اللي حيحل لي المشكلة مرضو عشان نكون واضحين أدي مشكلة هو تحاولنا ومع الوزير حاول والناس حاولت ولكن للأسف دايما بتخص إيه أنا عايز أخش في الأخر فيش حاجة بتعمل يعني على الأرض الأرض الواقع ما فيش حاجة تعمل وليه بقى ما فيش حاجة تعمل يعني ليه بعد كل الاجتماعات والأفكار إنت عادرتك عاوز جهة كويس عندها الفلوس بتاعتها ما حدش يحسبها يعني إحنا عندنا جهة دلوقتي موجودة عمل الطرق وعملت شركات وعملت مصانع وقالت أنا هحدد أسعار الأكل ليه هو عنده انطلاق عنده فكرة عايز يقوم مصر وعنده الحرية في التعامل وبيجيب الناس المتخصصين يقول له نفذ تمام إنت عاوز الجهة دي كنت بحاجة تقول أنا هستثمر واجيب بقى شركات أو إدارة أو ناس متخصصين طبعا المصريين في قدرات في خبرات عالية جدا نجيب الناس دول ونعمل شركة والناس دي تشغل وحسبه كل شهرين ثلاثة هو ماشي إزاي وبيعمل إيه يعني إنت لما الجهة دي السيادية دي الجهة دي نجحت في حقيقة حاجة نجحت كتير قوي الموضوع ده بالنسبة لها ما بيبقاش صعب مصبوط كده أدي جزء من حل المشكلة إن أنا بخلق دراع طيران المشكلة الثانية إذا ما حركش من شوية في الهواء إحنا مش عارفين نتعامل مع السائح إحنا لازلنا 90% من الشباب آسف إن أنا بقولي الكلام دوت في المناطق غير سياحية متخيل السياحة السائح ده حاجة تانية خالص بسبب الأفلام بتاعته في أفلام كتير طلعت إنه هو لما ديحك لها وعت في غرامه طلع ابوها مليونير الراجل عده وفات فده بقى كل الشباب ما هبدرش عمم طبعا ولكن الغالبية خلينا ما ينفعش وفي العموم ده ما ينفعش في المطلق في ناس كتير فاهم كده فطريقة معاملته للسائح بتختلف طب بالتالي بيديك صورة سلبية طب بالتالي سمعتنا دلوقتي في البلاد الغربية مش بريليونت مش حاجة مبهرة تمام كده النهاردة المشكلة تسوق إنه لما السياحة قلت تمام السياحة لما قلت في الأسوان إحنا سنة 2011 ما حصل المشاكل السياسية الناس قلت شوي وقت الإخوان الأمور استقرت نسبيا ما فيش ضرب ولا وقام السياحة كان مفروض ترجع بمعدل أكبر بكتير من اللي رجعت له في الأسوان لأن خلاص الدنيا استقرت ولكن ما رجعتش لأن تحرش الناس اللفظي وكلام ده كله لأ لسه كان فيه وقتها برضي يا فندم كان فيه وقفات على طول كل أسبوع كل جمعة كان فيه وقفة ما كانتش الأمور واستقرر كانت موجودة عندنا هنا هناك ما كانش نعمده مشكلة بس كانت بيتم استثمرها للخارج بشكل بيتم كان بيأثر طبعا أيام الإخوان مصر فيها مصر فيها مصر فيها فما كانش فيه استقرار ما حسناش إن أياميها السياحة تحسنت بشكل أو بآخر هي كان ظروفها إنها ممكن تتحسن كان ممكن تتحسن ولكن لم يحدث تحسن ولكن الصورة السلبية عننا طبعا أنا كل يوم بشوف جرائد ولغات يعني ده الطبيعي ليه عايز أعرف الناس شايفاني إزاي لازم أشوفوا وشايفاني إزاي كانت المشاكل عن التحرش الجنسي واللفزي في أبر إيجب في الأسوان وكلام ده كله عالية جدا لما سواء العالم فاللي حيجي ما بيفكرش إن يجي فإحنا برضو في مشاكل إحنا مش شايفينها ولكن هي فعلية طب إيه دور المواطن دور المواطن لو أولئك واحد بيقل أدبه على واحد ساي هيقول لوقت ساكت ما هو في الآخر حتى الإسلام بيقولنا كده هي ثقافة المجتمع ككل يعني حتى لو ده بالزبط يعني الثقافة بشكل عام مش بس مع السائحين يعني حتى معنا مع أنفسنا لو إحنا تعودنا إن إحنا نتعامل مع بعض بالشكل ده هنتعامله مع الآخر بنفس الشكل إذن إيهنا إحنا محتاجين تغيير في منظومة الثقافة في التعامل بشكل كدير ده لونك ترباء لازم أبتدي بكرة الصبح بزبط إحنا بيقول الكلام ده على فكرة بقى لنا 5, 6, 7, 8 سنين بكرة الصبح لازم أبتدي أغير مناهج التربية والتعليم من ابتدائي لحد السنوية العامة يبقى فيها مادة إزاي يتعامل مع الناس لأنه في الآخر الجيل دوت لو أنا ما أعدتش إنسان أنا بقى أوكي أنا هخبف وسائل إعلام وكلام ده كله لكن هو بالنسبة له ده إعلانه خلص لو أنا فرضت مادة يعني إيه سياء حضرتك يا فندم هاتي طفل في ابتدائي يعني لحد ستة اتدائي أو إعدادي في أي بلد صغيرة قد كده في أفريقيا ويقول له أخبار مصر إيه هحكي لك تاريخ الفرعنة اللي إحنا مش عارفينه صحيح أنا بكلم على الأفريقيا عشان ما بيجوا هنا بينباهروا الناس عارف كل حاجة إحنا ما نعرفش والله العظيم الكلام ده أنا لما درسنا في التاريخ ما خدناش عمق التاريخ بتاعنا أي طفل في أوروبا وفي العالم كله مصر بالنسبة له حلم يشوفه بس داخلينا عايزة حيوتك حاجة ما ليش عايزة أرجع تاني الموضوع التحرش معلش عشان أنا الكلمة دي بتضيقني جدا لأن إحنا عندنا نخوة ورجولة مش موجودة في أي حتة تانية أنا متهيق لي يعني من وجهة نظر المتواضع أن دي حاجة مفتعلة وكانت بسلط عليها الدوق مخصوص عشان يوصلوا الصورة دي للخارج بأي شكل من الأشكال عمتا بشكل عم فلما بتسوى أن عندنا تحرش لفظي أو تحرش بالإيد أو كده عمتا أعتقد أنت كده أنت بتضرب السياحة يعني بطريقة غير مباشرة هو ده اسمه إرهابي تاني يعني فيه إرهابي يحطوا قنبلة وفيه إرهابي تاني حقيقي هو ده اللي بيقطع في السياحة أنا ما عندناش الكلام أنا متأكد مليون في المية أن الشباب المصري ما عندوش كلام ده خالص خالص بدليل حضرتك مع كامل احترامي مين فينا ما رماش كلمة حلوة الوحدة مع الده وهو صغير إنه كم بتبقى كلمة نظرة بس إنما عمره مبتدأ أكتر من كده ولو حصل أكتر من كده بتلاقي الناس طلعيطنوا في الشارع في الثانية بس خلينا أقولك حاجة حاتر ما عليش خلينا نقول حاجة جماعة برضو علشان يعني الأمور ما تبقاش مجرد كلام إحنا مطلوب إننا يعني نتكلم بشكل كبير جدا إن فيه قوة تانية لها تأثير الدراما زمان كان رقفة الهجان هو المسل والقدوة بالنسبة للشباب النهاردة عبدو موتى بقى هو القدوة بالنسبة للشباب هنا يبقى لازم كلنا كأجهزة كلنا كمنظومة لابد إن احنا نعيد ثقافة التربية نعيد ثقافة الشباب الشاب أنا لما كنت بتفرج على عمل درامي كنت بتأثر به كنت بعرف قصة إزاي إن احنا حاربنا في أكتوبر وعمل رفنا إزاي إن أنا عندي قدوة زي رفاعة طهطاوي زي طه حسين زي 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 النهاردة فين ده النهاردة النماذج اللي بيتم تقدمها بالنسبة للشباب هي عنصر تخريب بالنسبة للشباب وعنصر تخريب داخلي قبل ما يكون عنصر تخريب خارجي فهنا المسئولية مشتركة المسئولية مش بس على قطاع السياحة الفني لي دوره الاعلام لي دوره المواطن العادي لي دوره المنظومة هنا بقى الفنتم زي عمل رابطة للمنظومة دي زي كل ده يبقى مع بعض في تراك واحد أو في مجال واحد بيسير لتحقيقه هو حرك في سنة 2010 عملت حملة اسمها السياحة خير لنا كلنا حيئة أنا جبتها من على اليوتيوب وبتفرج عليها من وقت للتاني احنا هجمنا الحملة دي احنا هجمنا الحملة دي احنا مين حاجتك الفيسبوك اللي هو ايه ليه بقى احنا بقولها هجمناها قمة قوة الحملة دي قد حد يخش على اليوتيوب يكتب سياحة خير لنا كلنا قوة الحملة دي بيقول ايه ان الرجل السواء التاكسي زاكي زيادة عن لزهوب منه رقم كبير وفاهم انه هو كده الرجل فهلاوي فعين ان السائحة قال الرجل ده وحش ومش هتعمل معاه تاني فهي كشفت الحملة دي كشفت سلبيات كتير احنا بنعملها مع السائحين بتقول ايه ما تعملهاش لانك كنت انت متخيل ان انت يا زاكي ما انت في الاخر ما حاتش ركب معاك فانت خسرت احنا هجمناها ليه ما يصحش نحن نعمل كده يا سيدي ما انت عندك المشاكل دي انا اطلب من اي حد يقول الكلام ده يطلع الغردقة يمشي في الشارع السياحي بعد الدور ويشوف السواحي اللي ماشيين البيعين بتوع المحلات او اللي برة بيتعاملوا معاهم ازاي لو ما جاش دخل عنده اي حد يطلع المامشة اللي في القصر عند المراكب الفلاك والقصة دي كويس واذا كان حد بشعر اصفر يعني يعني شكله كده خواجة يمشي يقول له مفيش يسمع عن الراجل حيقول له ايه في الاخر بدل ما نخبر اصنا في الرملة لا تعالى نواجه المشاكل حالك اتفضلت حالا ونحولها ازاي نقدر نحلها حالك اتفضلت حالا قلت ايه فعلا المنظومة كلها مش مزبوطة مش وزير سياحة يعني احنا كل ما نقول فين السياحة فين وزير السياحة الراجل عنده شغل معين بيعمله وبيشتغل كل يوم من تبع تمانية صفح ساعة عشر بالليل ده كل يوم ده كل يوم بما فيهم الجمعة والسبت لكن هو مش هيحل بقى التعليم لا يعني كل واحد بدور يعني هو بالتأكيد عليه التزامات وعليه مسئوليات يجب ان هو يقوم بيها اذا يعني كان فيه نوع من القصور فيها لابد ان احنا نتكلم عنها ولكن انا بقول ان دي مسئولية احنا بتكلم عن حاجة اقتصاد دولة مش بتكلم عن جزئية خاصة بحاجة لا ده هيأثر على حياتي وحياة حضرتك وحياة كل مواطن المشكلة بقى حضرتك لسه المشكلة دي فين بالوقت احنا ابتدرى نفقد مكانة عالية جدا في السوء العرب بمعنى عدد ضخم من العرب عندهم شوية موجودة في القاهرة مصبوط عدد ضخم جدا للناس اصدقاء كتيرا نعرفهم مجاش مصر من 4-5 سنين ليه؟ معنى ديش بيته شقيته بقى عايز يجيبوا فيها ملكه ما شافهاش ليه؟ لانه هو اللي بيسمعه في وسائل الاعلام بيخليه فكر مرتين وبعد ان هما كان يجي يعمل ايه؟ هو يجي عايز فن عايز يخش مسرحية على الامام عايز يخش عايز يخش عايز يخش شوف اللجوم ده خلفهم في تلك سوء كانوا بيجوا مخصوصة بالطيارة عالتا نهاردة دبي حضرتك ممكن تلاقي الفنان فلان الفلان المطرب المشهور عامل حفلة في دبي الناس بتركب وتقعد وتروح دبي اخدت مني الكلام ليه؟ لان انا احنا كالعادة اسكيز زيادة شوية عملت السائح ده ان راجل معاه فلوس كتير وبالتالي اصبح هستنزفه بالزبط كده بطريقة هو مش مبسوط منها لما جينا نعمل حفلات كل واحد دخل من الضرائف في حتة فاصبح انك تعمل حفلة مطرب من المطربين دول رقم عالي جدا وبتحمل عليه اضطر فبيضطر ما بتعملش انا اعمل حفلة اصرف كام عشان اخسر كام فدبي اخدت مني المكان دوت احنا لازلنا زي ما ابتدينا بنتكلم بفكر 15 سنة فقط الحاجة تقول دبي 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 الفكر الدبياني لو نقدر نقول الكلمة دي يعني الفكر متطور جدا بيفكروا ازاي يستثمروا كل حباية رملة بيفكروا ازاي يستثمروا كل سانية بيفكروا ازاي يستثمروا كل شخصية كل ايفنت كل حاجة ومن خلال ده هاصل كده هيكوا عاملين كنتوا عاملين مبادرة اسمها ومبادرة مصر في قلوبنا صح كده؟ اه نرجع عشان بس في وقتنا سريعا كده عايز اقول لها حباية حالة الحلول ازاي ستفيد من المبادرة دي ومفكرش ان انا بنفس الباكتش دوت اطلع تركيا ولا اطلع دبي ولا اطلع اي مكان مكان تاني او سبب المبادرة دي اولا بي انا ابتدنا فيها من سنتين تقريبا كما عالي بيتوري شامز عزوه برضو هو اللي ابتدى فيها ان انا عايز اشغل لقصر واسوار لقصر واسوار ما في السياحة الناس حالها صعب فحاجة من اثنين يبعت سياحة يبعت ناس من فعش انوزع فلوس فعشان ابعت ناس ساعتها قولنا ايه هيتحط فلوس من وزارة السياحة لقلل تكلفة الرحلة ب500 جنيه فتقللت تكلفة الرحلة لقصر واسوار ب500 جنيه عمل اترواج اشتغلنا فيها كويس قوي هيقى تمشيت السياحة الحقيقة يعني اللي وحمد حمد يعمل فيها جهد جامد ووصلت ل700 جنيه بسواء قطر او طيارة اللي ياخد باكتش رحلة سياحية لقصر او اسوار سواء مراكب وفراد بتدفع 700 جنيه لتقليل تكلفة الرحلة عشان ابعت ناس كتير اماشي اقتصاد البلد دي مؤخرا لما حصلت قزمة شارل مشيخ قصف شارل مشيخ دخلت بتحطي 500 جنيه في قيمة التكلفة علشان يبقى في الاخر التكلفة اقل نفس الكلام مع طابة ونويبة الموضوع ده في الاول كان معمول مع شركتين سياحة بس كقطاع اعمال علشان يبقى فيه كنترول شوية مؤخرا الاسبوع دوت اتفاع مع غرفة شركات سياحة دخل حوالي 100 شركة وبيزيدوا فالاعلانات اللي جاية هتنزل تقول مبادرة مصر في قلوبنا وفي ويب سايت برومو عنوان في الانترنت علشان يخش عليها الشركات المشتركة اللي عايز يخش معها يشترك معها يعني يشتري من الشركة اللي هي مشتركة واللقندات والحاجات المشتركة في هذه المبادرة موجودة مبادرة دي هتطلها رقم عالي جدا عشان انت بعت عشرين الف شخص عشان نقدر نحرك السياحة الداخلية ويكون حالة حقيقية مش مجرد ان احنا عملين في الشارع نهيس ونزيط نقول شرم في قلوبنا ولكن حياة الامر احنا حطين باكتش حقيقي بس عايزين نتحرك بالزبط عشان نبعت سائحين عشان حرك ده اللي بنتمنى ان هو يحصل وان شاء الله هنقدر ان احنا نتخطى المشكلة دي زي ما قدرنا نتخطى مشكلات كثيرة بإذن الله عندنا العقول وعندنا الإمكانيات وقبل ده كله عندنا إرادة ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله دايما نحقق اللي احنا عايزين واحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد المستشار سامح سعد المستشار السياحة يا رب السياحة ترجع تاخد مكانة متقدمة بين دول العالم بإذن الله شكرا لحضرتك وهناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية ولسه معاكم ومصر دايما جميلة بإذن الله